اشتركوا في القناة ستكون قوية نسبيا على كل المناطق السحلية حتى بالمرتفعات الداخلية نتيجة لتسرب الهوى البارد اذا التولوج محتمل دائما نحو القمم الوسطى والغربية التي يفق علوها الف متر بعض الامطار الضعيفة والمحلية نحو الصورة شمال الصحراء سحب عابرة بمنطقة الواحات واجواء مستقرة من الصحراء الوسطى نحو اقصى الجنوب مع نشاط بعض الزوابع رملية المحلية الحرارة خلال ليلة اليوم ستقرب درجة واحدة تحت السفر بباتنا ستيف خنشلاء حتى بالبيض وسعيدة ما بين 6 إلى 8 درجات بسواحل 4 درجات بيتزيوزو 8 درجات بمنطقة الواحات 9 بالسورة 10 درجات بغردايا وبش 8 رأس أقول 13 بكل من أدرار تيميمون إنسالة حتى بإليزي وجانات ترتفع إلى 19 درجة بأقصى الجنوب خلال ظاهرة الغد الحرارة قصوى تبقى باردة بالمناطق الداخلية الوسطى والغربية مقاييس ما بين 7 إلى 8 درجات تصل 14 بالعاصمة بوهران تيزيوزو قسنطينا 13 درجة بباتنا وستيف 19 بشمال الصحراء 17 بمنطقة الواحات في حدود 20 درجة بسورة 25 درجة نحو تندوف 28 درجة بالصحراء الوسطى كذلك بجانات وترتفع إلى 34 درجة بأقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد سيكون مطاربي لكثير الاتراب نحو سواحل الوسطى والغربية رياح معتدلة أحيانا تشتدي لغاية 50 كم في ساعة بسواحل الوسطى والغربية أما عن الاتجاه سيكون من شمال غربي إلى شمال تماما نحو سواحل الغربية جنوب غربي إلى شمال غربي نحو سواحل الوسطى بينما نحو سواحل الشرقية رياح تكون طارة غربية طارة جنوبية غربية بالنسبة للأيام القليلة المقبلة نستهلها بيوم الثلاثة سنسجل أيضا عبور اتراب جوي آخر سيكون مرفوق ببعض الأمطار الرعدية نحو سواحلة الغربية أمطار ضعيفة ومحلية نحو سواحلة الوسطى والشرقية مع هبوب رياح قوية نسبيا الأمطار ستكون خلال الظاهرة بحول له التلوج نتيجة أن تسرب الهواء البارد تبقى محتملا نحو القمم التي يفوق علوها ألف متر بعض الأمطار المحلية غير مستبعدة نحو منطقة السورة وشمال السحرة درجة الحرارة تبقى مستقرة على العموم أيضا استقرار في الوضعية الجوية نحو الجنوب الشرقي لغاية أقصى الجنوب يوم الأربعاء تحسن في حالة التقس نحو المناطق الغربية بعض الأمطار تبقى محتملة نحو سواحلة الوسطى والشرقية مرفقة به ببرياح قوية نسبيا الأمطار تكون أحيانا تحت وقعها الرعود تلوج دائما تبقى مرتقبة نحو القمم الوسطى والشرقية التي يفوق علوها ألف متر بعض الأمطار المحلية دائما تبقى محتملة بشمال السحرة السورة وتشمل هذه المرة أيضا منطقة الواحد استقرار في درجات الحرارة مع ارتفاع طفيف نحو المناطق الشمالية خلال يوم الخميس ارتفاع لدرجات الحرارة مع بعض الأمطار نحو المناطق الغربية سحب عابرة بسواحلة الوسطى الشرقية حتى بالنسبة للمرتفعات الداخلية نفس الوضاية الجوية بالمناطق الجنوبية مقارنة بيوم الأربعاء وقت شروق الشمس بحث تلغط على مساوى العاصمة سيكون في حدود الساعة السابعة صباحا وواحد وعشرون دقيقة والغروب على الساعة الساديسة مسان وأربعون دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء